السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبا يبنى طلاب الثانوية العامة دفعة 2023 بنين بنات علمي أدبي كله يركز معايا كله يجمع يا شباب فيديو مهم جدا 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 هنتكلم ان شاء الله عن معهد حكومي معهد الكل منتظره معهد في ناس للأسف لحد دلوقتي ما تعرفش أهميته بيفتكروا ان المعهد ده معهد وخلاص المعهد ده يا شباب أنا في وجهة نظري معهد مهم جدا من أهم المعهد اللي موجودة في المرحلة التالتة لحبا يبنى علم علوم علم رياضة أدبي طلاب طالبات المعهد ده يا شباب كفاية انه ممكن يأهلك لخمس كليات مختلفة طب يا ترى ايه هو المعهد ده ظروفه ايه اقسامه ايه وهي الكليات اللي ممكن يأهلني لها هذا المعهد مع بعض يا شباب نعرف ان شاء الله هذه التفاصيل وبس ازن حضرتك لايك وشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة يبقى تشرفني وتنورني بالاشتراك وبتنساش تفايل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد المعهد اللي معانا يا شباب المعهد الحكومي المعهد اللي موجود بصورة رئيسية في المرحلة الثلثة السنادي المعهد اللي موجود معانا بصفة رئيسية السنة دي يا شباب دفع الثلاثة وعشرين في المرحلة الثالثة المعهد ده يا شباب المعهد الفني التجاري المعهد الفني التجاري ايه مستر المعهد ده؟ ده معهد اصلا يا مستر بياخد من مجموع قليل صبرك بالله ركز معايا اعرف الجديد اللي انت مش عارفه واعرف المعهد ده اقسامه ايه وبيؤهلك لايه وحاجات كتير ان شاء الله هتستفيدوا منها المعهد يا شباب زي ما حضراتكم عارفين بيقبل من علم علوم علم رياضة ادبي بتدرس لمدة سنتين بيكون معاك مؤهل فوق متوسط ايه مستر دي يا ابن لسه ما كملتش الكلام ركز معايا المعهد بيأهل حضردك لخمس كليات تمام كده؟ اول سنة سيادتك بتدرس في المعهد بتبقى سنة عادية خالص عامة وبعد كده في سنة تانية ان شاء الله بتتخصص وعندك في المعهد ستة اقسام قسم نظم محاسبة ضرائب سكرتاريا المشروعات الصغيرة وكمان قسم القانون ستة اقسام ممكن من خلالهم تخش خمس كليات طب ايه يا مستر بقى الكليات اللي ممكن اخشها من هذا المعهد مبدئيا يا شباب عشان تخش هذه الكليات لازم ان شاء الله في المعهد تجيب جيد جدا على الاقل وعلى فكرة سهل جدا ان ان شاء الله تجيبها تشد حيلك وتركز وتكتهد هتلاقي ان شاء الله الموضوع سهل جدا والتقدير ده هيكون سهل جدا وان شاء الله كمان ربنا يوفقك يا رب وتجيب امتياز تمام كده؟ طيب نرجع بقى تاني اهي الخمس كليات اللي بيقاهلني لها هذا المعهد بص يا شباب المعهد ده يقاهلك الى كلية التجارة تخش كلية التجارة سنة تانية وكليات التجارة حضراتكم عارفين اهميتها ايه ومجالات العمل بتاعتها ايه وانها طبعا موجودة في جميع الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية تمام كده اذا كلية التجارة دي مطلب ناس كتيرة قوي وفي ناس للاسف مش هتلحقها عليها بهذا المعهد تكتهد فيه وان شاء الله ده سهل تقدر تخش كلية التجارة يا بطل سنة تانية الكلية التانية يا شباب اللي ممكن تتخشها من خلال هذا المعهد كلية تكنولوجيا وتنمية ودي موجودة في جامعة الزأزيق تالة كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات اللي موجودة في بورسعيد وان يا شباب ان الكلية دي من الكليات المهمة جدا يعني سيادتك معرفتش تخشها بتاخد من مجموعة كبيرة على فكرة والسنة دي خارت من مجموعة كبيرة مجالات الشغل في هذه الكلية كتيرة فسيادتك ان شاء الله تقدر من خلال المعهد تخش هذه الكلية موجودة في بورسعيد اسمها تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات يبقى عندنا كلية التجارة كلية تكنولوجيا وتنمية كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات أما عن الكلية الرابعة فهي التعليم التبادلي سياحة وفنادق نظام التعليم التبادلي ودي موجودة عندنا في حلوان وفي موجود منها في الأسكندرية تمام كده يا شباب؟ دول كده يا شباب أربع كليات تمام يا شباب؟ الأقسام اللي ادخلك هذه الكليات كل الأقسام اللي هي نظم محاسبة درائب سكرتاريا لمشروعات الصغيرة كل ده يدخلك إلى هذه الكليات فيما عدا بس الكلية بقى الأخيرة كلية الحقوق ده تقدر تخشها من قسم القانون ده القسم السادس اللي بدخلك كلية الحقوق وفي نفس الوقت يسدك لما تخش كلية الحقوق هتخش على سنة أولى يبقى الكليات اللي فاتت بتخشها من الخمس أقسام اللي احنا قلناهم وبتخش على سنة تانية فيما عدا قسم القانون من خلاله تقدر تخش كلية الحقوق بتخش سنة أولى تمام كده يا شباب الأقسام بتاعته موجودة في كل الأماكن انت عندك حوالي 18 معهد في دمانهور وأسيوت والزأزيق وأسوان وسهاج وأوسنى والأسكندرية وبنها والمحلة والمطارية وشوبرة حاجات كتير قوي تمام كده ولكن هتلاقي القسم بتاع الحقوق اللي هو القسم القانون اللي بيدخلك كلية الحقوق هتلاقي إن شاء الله في المعهد بتاع الأسكندرية والمحلة تمام كده هل ممكن يكون نزل فيه بعد معاهد أخرى قد يكون بس الحد علمي إن هو موجود في الأسكندرية والمحلة ده القسم اللي بيدخلك كلية الحقوق تمام كده يا شباب والمعهد موجودة وطبعا مصروفاتها حكومية وبتقبل من علمي ومن أدبي وبيتأهلك لكليات الحقيقة أنا شايف كليات كويسة وخارت من مجامع كبيرة السنة دي تمام يا شباب حبيت إن أنا أعرفكم على هذا المعهد الفني التجاري عشان حبيبنا طلاب المرحلة التالتة محدش يزعل الفرصة أمامك أو ممكن تكون أنت هتضيع سنة ولا حاجة لما تجي تخش هذا المعهد عشان مع كده ربنا وفقك وتخش مثلا كلية تخش على سنة تانية يبقى أنت ضيعت سنة واحدة من عمرك يعتبر زي ما بيقوله ولكن أنا مش شايف إن هي ضاعت ولا حاجة لأن أنت هتخش وعندك ثقة بنفسك هتبقى خبرة عن الناس اللي لسه دخلها كلية التجارة بقالها سنة لا ده أنت في المعهد سنتين وبعد كده دخلت معهم على طول على كلية التجارة سنة تانية أنت هتكون خبرة عنهم إن شاء الله بأمر الله وبعدين ما فيش مشكلة طالما سيادتك هتحقق هدفك يبقى إن شاء الله ما فيش حاجة ضاعت وربنا يوفقك يا شباب ليه بس حاجة أخيرة يا شباب حبيت أقول لحضرتكم عليها إن المعهد ده بياخد من علم قلوم وعلم رياضة زي ما قلنا يعني من علمي ومن قدمي السنة اللي فاتت المعهد دوت كان أعلى حاجة معهد فني تجاري это منهور كان بياخد من علمي أو خدم من علمي 1930 يعني 56 و0.64 في المية تمام كده يا شباب يبقى كده مإيقس المعهد ده كان أعلى حاجة وقت 232 درجات وكانت اقل درجة بالنسبة لهذا المعهد في دميات معهد فني تجاري دميات من 220 درجة يعني 53.7% تمام كده يبقى الرنج بتاعه السنة اللي فاتت يعتبر من 56% او من 57% ل 53% يبقى ده الرنج بتاعه هل السنة دي هيزداد او هيزيد زي ما باقي الكليات او كتير من الكليات والمعاهد زادت اعتقد ذلك يعني تمام كده ولكن يعني اكتبه طالما هو فرنج بتاع حضرتك برضو محدش عارف الخير فين طيب بالنسبة الادبي المعهد ده السنة اللي فاتت برضو كان اعلى معهد دمانهور خد من 240 درجة يعني 58.5% هو وبنها 240 درجة وكانت اقل درجة لمعهد فن تجاري طنطا كان خد 237 درجة السنة اللي فاتت يعني 55.9% يعني الدرجة بالنسبة الادبي بتتراوح ما بين 55% وتسعة وخمسين في المية تمام كده يمكن اكتر من العلم شوية هو درجته في العلمي بتبقى اقل من ادبي ادبي بياخد اكتر شوية والسنة دي اعتقد طبعا الشريحة الاخيرة اللي هي من 50% ل 55% عدد طلابها كتير ونسبة النجاح كتير فطبعا ممكن تلاقي ارتفاع في كتير من المعاهد او الكليات اللي موجودة في المرحلة التالتة بس الحقيقة يا شباب انا شايف ان المعهد ده فرصة كويسة للناس اللي فاتتها كلية التجارة او ناس اللي فاتتها كلية الحقوق او كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات او تكنولوجيا وتنمية او السياحة والفنادق نظام التعليم التبادلي هو فرصة كويسة جدا ان شاء الله من خلاله تقدر تحقق هدفك ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه عجبك الفيديو ما ننساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته